كتير من الفنانات بيتعرضوا المواقف غريبة في بعض المناسبات لكن من أغرب المواقف دي هو الموقف اللي تعرضت له الفنانة الراحلة سميحة توفيق اللي كانت واحدة من الفنانات اللي بيتمتعوا بجاذبية وأنوصة طاغية والموقف اللي تعرضت له في ليلة العمر ليلة زفافها على جزها الأول كان وقتها سنها صغير جدا تعالوا بنا نعرف الحكاية دي ونشوف اللي حصل معاها بالزبط اتولدت سميحة توفيق سنة 1928 في محافظة الفيوم وكانت والدتها لاعبة في السرك وهي من أسرة فنية فأخوها هو الممثل ومنفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق وعمتها من أوائل الممثلات في مصر وهي سميحة الطوخي سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف واهبي ورشحها بالعمل بالسينما وكان أول ظهور لها سنة 1944 في فيلم غرام وانتقام من بطولة أسماهان ويوسف واهبي في دور صغير كده وكان عمرها في الوقت ده 16 سنة اشتهرت في خمسينات القرن العشرين فقامت بأدوار البطولة في عدد من الأفلام ومثلت بأدوار جريئة واعتزلت المجال الفني بعد جوازها ورجعت تاني في فترة التمانينات واشتغلت في السينما والمسرح في سنة 1961 نقلت مجلة فنية تحقيق صحفي كان عنوانه أسرار وراء قطبان الصمت حكت في الفنانة ساميحة توفيق قصة أغرب موقف اتعرضت له في حياتها ساميحة قالت إنها ما كانتش بلغة السنة القانوني لما تقدم لها أول عريس ورغم كده بابها وافق لأن العريس كان فيه كل الشروط المطلوبة ده غير رغبة أبوها إنه يبعدها عن طريق الفن ولما جات ليلة الزفاف اللي تعاملت في سراضة كبير وحضروا ألف مدعو ارتدت ساميحة فستان زفاف كشف عن مفاتينها وقعدت في الكوشة جنب العريس وقالت إنها حطت رجل على رجل لأنها كانت فرحانة بنفسها لكن فجأة قام واحد من المدعوين وهاجم على رجليها اليمين وفضل يبوس ويمسك فيها والناس حاول تشدوا بعيد عنها فنزلوا عليه باللوكمات لغاية ما سقت على الأرض أمغم عليه وبعدها أغم على ساميحة من الموقف اللي شافته الراجل اللي هاجم عليها كان مخمور وكان حاضر الفرح من غير ما حد يوجه له دعوة أصلا وبعد العلقة طبعا هيرب من السراضة لكن المفاجأة إن الراجل رافع عليها قضية بيطالب فيها بتعويد لأنها كانت السبب في العلقة اللي أكلها ليلة فرحها وقتها حست ساميحة بورطة كبيرة هتقول إيه قدام القضاء لما يسألوها عن سبب الاعتداء على الراجل وحست كمان إن القضية بتهدد مستقبلها وشعرت بالندم لأنها أظهرت مفتنها في الليلة دي وفضلت ساميحة مشغولة أيام طويلة بالقضية لغاية ما قرر الراجل واللي كان عجوز إنه يسحب القضية ويعتذر لها غير الراجل ده كان فيه مشاهير كتير مفتونين بجمال وأنوسة ساميحة توفيق منهم الملك فاروق اللي كان متيم بيها وعاوز يضمها الحريمه لكن الفنانة تحية كاريوكا قدرت تنقذها من الموقف ده كمان الفنان فؤاد المهندس كان مغرم بيها لدرجة كبيرة جدا عشان كده أعرض عليها الارتباط لكنها رفضت أما على المستوى الفني فقدرت ساميحة تشارك في أعمال كتير خلتها واحدة من الفنانات المطلوبات من المخرجين رغم حصرها في الأدوار الجريئة خلال فترة شبابها قبل ما تتجه لنوعية تانية من الأدوار بعد تقدمها في العمر واختفاء ملامح الجمال والأنوسة